للحديث عن الموضوع مشاهدين معنا من القاهرة اللواء جمال مظلوم المحلل استراتيجي ومدير سابق لمركز الدراسات الاستراتيجية للقوات المسلحة لواء جمال مساء الخير أهلا وسهلا بك معنا بهذه الإجراءات الاحترازية الأمنية التي اتخذتها القوات الأمنية المصرية إلى أحد يمكن القول أنها الآن ضبطت الحدود مع ليبيا لمنع تسلل الإرهابيين من هناك الحقيقة زي ما مصر أعلنت يوم 9 فبراير الماضي عملية الشاملة العملية الشاملة سينة 2018 الحقيقة لما الرئيس عفتاح السيسي ظهر القيادة الموجودة في سيناء منذ أيام الحقيقة عرض السيد رئيس أركان حرب القوات المسلحة تقريره عن العملية واللي شمل التخصيص عناصر من القوات المسلحة لكل جبهة من الجبهات الاتجاه الاستراتيجي الشرقي واتجاه الغربي في تجاه ليبيا والاتجاه الجنوبي تجاه السودان في مخصص لكل اتجاه عناصر من القوات البرية ومن القوات الجوية ومن القوات البحرية إذا لازم الأمر ففيما تعلق بالمنطقة الغربية الحقيقة كان فيه من كام يوم الحقيقة رصدوا أكتر من عشر عربيات دفره وهاي كانوا بحاولوا التسلل من المنطقة الغربية زي ما جي في التقديم الحقيقة قوات حرس الحدود مع القوات البرية بتؤمن طول الحدود الموجودة على الحد الغربي من الحدود مع ليبيا طولها حوالي 1200 كيلو زي ما جي في التقديم وفيه ثلاث مناطق رأسية اللي هو الساحلي من عند السلوم وفي الأوسط زي ما جي في التقديم عنده واحد جغبوب اللي بتقابلها على الجانب المصري واحد سيوة ودي تقريبا بتبعد عن الساحل بحوالي 250 كيلو أما المنطقة الجنوبية الحقيقة فدي منطقة الحقيقة بطلق عليها عندنا في مصر بحر الرمال الأعظم مناطق الحقيقة صعب ووعرة صعب التحرك فيها باستثناء الطريق اللي موجود في الجنوب عند الحدود ما بين مصر وليبيا وتشاد مصر مخصصة قوات معينة هم داعش تتمسيهم أعلانوا أنهم عايزين يعملوا مصممين على إعلان إمارة إسلامية في ليبيا وقالوا أنهم حيقاتلوا قوات الحكومة الموجودة في الشرق والحكومة الموجودة في الغرب حتى يتم التغلب عليهم وإعلان إمارة إسلامية في ليبيا طبعا مصر ليست بعيدة عن هذا الأمر بتراقب الوضع بدقة في ليبيا خصصة القوات اللازمة لن تتركوا الأمر لهم كما هما يحلوا لهم ويقدروا يهددوا الحدود مع مصر مصر قالت أن فيه ضروب جديدة بيحاول الإرهابيين التسلل منها موضوع تحت الرقابة بشدة حتى جاء في بيان الرئيس عبد فتاح السيسي في حديثه منذ يومين عند افتتاح مدينة العالمين الحقيقة وطالب البدو سكان هذه المناطق بالوقوف إلى جانب القوات المسلحة المصرية في تأمين هذه المناطقة لأن المناطقة دي صعب السير فيها ما فيش حد عارف ضروبها ومناطقة باستثناء العرب اللي موجودين فيها وهم ناس الحقيقة ولأهم جامد لمصر والشعب مصر والقيادة السياسية الحقيقة وقدموا حاجات كتيرة لتحقيق الأمن والاستقرار في المناطقة الغربية المقابلة لليبيا لواء جمال في ظل كل ما ذكرت حضرتك من تفاصيل العملية الأمنية وأيضا دور الناس في تلك المناطق إذا ما حجم الخطر المحدق من ليبيا الآن تجاه مصر يعني الحقيقة دعيني أقول لحضرتكم ما بيحاولوا طبعا مش عناصر إرهابية الحقيقة لا شك أن فيه دول بالدعمهم لأن احنا رصدنا لو جينا في حوالي الثلاث سنين اللي فاتت لما نرصد لا يقل عن 1300 عربية دفع رباعة تم تدميرهم أو القبض عليهم خلال ثلاث سنوات يعني لما نقسم في المعدل ممكن نلاقي 400-500 عربية في السنة لما نلاقي معناه على أقل كل يوم أو كل يومين ثلاثة فيه خمس ست عربيات بتحاول تسلل دول الحقيقة بتنفق ببزخ تكلفة هذه العربيات والأفراد والأسلحة ومحاولات التهريب لا مصر الحقيقة في خطتها لما الرئيس عفتاح السيسي كلف القوات المسلحة والجهزة الأمنية بضحر الارهاب خلال ثلاث شهور يوم 29 حداشر الماضي احنا تقريبا ماشيين في آخر الثلاث شهور الحقيقة يعني عايز اقول لمن نسبة مثلا على سبيل المثال الجابهة الشرقية في سينة بيتهاروها شبر شبر بالخطوات بالرجلين مش بالعربيات الحقيقة ولذلك تكتفروا بقر إرهابية ومواقع إرهابية الحقيقة شديدة وأسلحة مخزنة نسبة كبيرة من هذه الأسلحة عايز اقول كانت بتهرب من جانب ليبيا الحية وكانت بتعبر كل حدود مصر وتصل إلى الجانب الشرقي مصر في هذه العملية الشاملة بتستخدم قواتها الجوية وقواتها البرية لتدمير أي شيء يشك فيه أنه هو يتسلل داخل الأراضي المصرية فأنا عايز اقول أن الفترة القادمة الحية احتاجها ضحن لهذه العملات الأرابية وأنا أواسف أن هم لن يستطيعوا الاقتراب من مصر لأن هم حيشوفوا أن نهايتهم لما يقربوا داخل الحدود ماذا سيحدث لهم في هذه المنطقة بالذات الحقيقة لواء جمال إلى ماذا أيضا تحتاج اليوم القوات الأمنية المصرية للقضاء على جميع بؤر الإرهاب في مصر ومنها سيناء لذكرت حضرتك أن القوات الأمنية الآن تطهرها شبر شبر والله أنا عايز أقول لحضرتك أن العملية في هذه المرة الحقيقة مكسفة في كل أنحاء الجمهورية يعني في الشرق موجود قوات مخصصة لهذا للشمال الساحل الشمالي في قوات بحرية مخصصة للعمل يعني قوات البحرية بتعاون القوات اللي بتقاتل في سيناء من منطقة برسعيد شرق برسعيد حتى الحدود عند رفع حوالي 220 كم بالظبط الحقيقة بتعاون مصر الحقيقة القوات المسلحة خصصت لكل اتجاه من هذه الاتجاهات قوتها قايمة بذاتها القوات البرية القوات الجوية العناصة البحرية إذا لازم الأمر حتى في الدلتة حتى في جنوب الوادي في السعيد حتى في المنطقة الغربية منطقة المعابر الحقيقة النهاردة عايزين نقول أن فيه كسافة كبيرة جدا فيه عملية الضدقيق في من يتجه إلى سيناء ومن يخرج إلى سيناء بالتعاون مع القوات البحرية منع أي تهريب أو ناس تهرب بنا فهذه العملية الشاملة الحقيقة اللي احنا بنقول عليها اللي بتقوم بها القوات المسلحة مع الأجهزة الألمية هذه المرة احنا عندنا ثقة كاملة أن هي حتقضي على الإرهاب بنسبة كبيرة لا تقل عن 95-97% الحقيقة لأنها بدقة وشاملة كل مناطق الجمهورية وباستخدام كل الإمكانات المتوفرة لدى القوات المسلحة برية بحرية جوية عناصر حرص حدود شاملة كلها بما فيها كمال عناصر الأمنية حتى نضرب على سبيل المثال تم القبض على أكتر من ألفين مشتبه بيهم في مطقة سيناء وتم البحث عنهم وزانة الداخلية بتعمل في نفس الوقت فيه البحث عن هؤلاء الأفراد اللي يثبت أنهم لا دخل لهم في العملية الإرهابية بيتم الإفراج عليه فورا يعني عملية مكسافة الحية إن شاء الله تظهر نتاجه خلال الفترة القادمة إن شاء الله شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة حدثنا من القاهرة اللواء جمال مظلوم المحلل الاستراتيجي ومدير سابق لمركز الدراسات الاستراتيجية للقوات المسلحة